السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلبة سنة والاعداد يا رب كلكم تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعض يونت جديدة يونت سكستين بعنوان مودرن تكنولوجي التكنولوجيا الحديثة النهاردة ان شاء الله بارت وان اللي هو لسن وان وطو طبعا ده اللي هيكون في الجرومر اتمنى تركزوا فيه ان شاء الله الدرس مش هيكون طويل وبإذن الله هيكون فيه طبعا التدريبات في الفيديو الجاد يلا نبدأ مع بعض اول حاجة الكلمات كلمة تكنولوجي معناها تكنولوجيا طبعا تاكست ميسج معناها رسالة نصية رسالة بالحروف انترنت طبعا معناها شبكة انترنت ممكن ان هنا التيمة تنتقش بقى انترنت على طول كاميرا طبعا دي الكاميرا ايميل رسالة برضو ايه او بريد الكتروني يعني باتري طبعا دي البطارية وويسميل بريد صوتي انفنت معناها يخترع خلي بالك انفنت في كلمة تانية شبه هاسمها انفايت انفايت معناها يضعو بدي حد عشان مثلا حفلة عيد ميلادي اما انفنت يخترع فيلم طبعا ده الفيلم ارتكول مقالة زي اللي هنقرها كمان شوية كمبيوتر انجينير معناها مهندس كمبيوتر سبرينج الربيع وينتر طبعا فصل الشتاء سمر فصل الصيف بعد كده عندنا كلمة فوتوغراف معناها صورة فوتوغرافية معناها حجم معناها مومتر كندا طبعا معناها دولة كندا رأي معناها الولايات المتحدة الامريكية وافتكر ان الكل الاختصارات بتبقى الحروف بتاعتها كابيتل تلت حروف كابيتل معناها المملكة المتحدة اللي هي انجلترا يعني الهواتف المحمولة الاولى القديمة معناها محبوب او شعبي معناها جرامات كول مكلمة تليفونية معناها حديث ممكن تيجي نون وممكن تيجي نون بمعنى استخدام بمعنى يستخدم شاشة ملونة معناها مندهش او متفاجئ معناها يزن خلي بالك دي الفيرب معناها مريح هنا لست هنا ايه خلي بالك دي ايه مش او هنا لست معناها يدوم او يستمر معناها خفيف لها اكتر من معنى ولكن هنا المعنى اللي معنا خفيف يجري مكلمة ودي مهمة جدا جدا ميك اقول عشان ممكن يقول لك ميك ولا دو ميك فيلمز او شو فيلمز برضو مهمة يعني يصنع الافلام لو قلنا ميك او يعرض افلام لو قلنا شو send a text message او send an email طبعا سهلة leave a message يترك رسالة برضو سهلة different from مختلف عن way about يزن حوالي طبعا هنا بعد كده بيجي الرقم بقى حوالي 10 كيلو مثلا with color screens زو شاشات ملونة talk on the phone يتحدث في التليفون حرف الجر on about the one kilogram يعني حوالي واحد كيلو جرام about بمعنى حوالي take photographs معناها يلطقت صور فوتوغرافية مهمة the least important الاقل اهمية answer the mobile معناها بيرد على التليفون in the 90s معناها في التسعينات in my opinion في رأيي a camera on phone معناها كاميرا في الهاتف carry around معناها يحمل شيء متجول يعني يحمل شيء وهو مش كل زي من شايفين معناها يسمى او ينادي او يتصل اما كل برضو نفس الحاجة هنا خلي بالك فير بدي نون بمعنى مكلمة تليفونية way بمعنى يزن way برضو بمعنى طريقة او طريق لكن طبعا الاختلاف في زي من شايفين كده في الكتابة last بمعنى يدوم او يستمر list بمعنى قائمة وفيه كمان lost بمعنى تاية بمعنى تاية لو دي ايه لو دي او ماشي فتلات كلمات برضو شبه بعض the first معنى الاول the last الاخير different معنى مختلف the same معنى نفس الشيء كلماته عكسها طبعا modern حديث ancient قديم حاجة قديمة جدا جدا the best معنى الافضل the worst معنى الاسوأ popular معنى شائع او منتشر unpopular معنى غير شائع light خفيف اما heavy تقيل لبس السيف مثلا ولبس الشدع تعالوا ما نشوف دلوقتي ال definitions عندنا كلمة كاميرا يعنى ايه كاميرا we use it to take a photograph on your phone انت بتستخدمها او احنا بنستخدمها علشان ان احنا ناخد صور في التليفون بتاعه امسج طبعا ده الايميل امسج which someone sends using the internet هي رسالة بنبعتها البعض عن طريق الانترنت الفويسميل امسج that a person leaves on a phone يعنى انا بتصل مثلا بشخص لقيت الشخص ده التليفون بتاعه مقفول فبيقولي لو حابب ان انت تسيب له رسالة صوتية سيبها له فدي اسمها ايه رسالة صوتية بفويسميل بريد صوت text message ده رسالة نصية بقى short message which someone writes on a phone يعنى الرسالة اللي بنكتبها البعض internet we use it to find information on your computer احنا بنستخدم طبعا الانترنت عشان نلاقي معلومات عندنا اربع افعال من الافعال الغير منتظمة زي فعل become زي ما انتم شايفين became become هنا بس في الماضي بيكون ايه اما في التصريف الاول والتالت بتكون او take talk taken send 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 زي ما انتم شايفين هنا بس t بدل d show showed showing تمام تفتكر هنا كده ان هو فعل عادي لان احنا زودنا ed لكن التصريف التالت زي ما انت شايف كده مختلف تماما تعالا ما نشوف دلوقتي ال language notes عندنا هنا c last color light بعض الاحايات اللي هنشوفها مع بعض نبدأ بc ممكن يجي وراها حاجتين ممكن يجي وراها verb plus ing او ممكن يجي وراها فعل في المصدر فقط وعلى فكرة الكلام ده ينطبق على c وعلى watch وعلى here كمان ينطبق على اكتر من فعل طيب امتى يجي وراها verb plus ing لما بنتكلم او بنصف ان احنا شوفنا حدث اثناء حدوثه اثناء حدوثه بيبقى جزء من الحدث يعني مثلا i saw a man carrying many bags انا شوفت راجل شايل شنط ايه شنط كتير طيب اما الناحية التانية بقى لا انا بتكلم على حدث شفته لحد نهيته شفت حدث ككل شفت حدث كامل i saw heba leave a few minutes ago شفت heba وهي بتغادر من ايه من دقايق فاتت يعني شفت الموضوع كله من اوله لاخر عندنا last last ممكن تيجي verb noun adjective نفس الكلمة بالزبط تمام فlast كverb بمعنى يدوم او يستمر زي ما شوفنا من شوية كنون بمعنى الاخير الاخير زي مثلا في دوري او في الزباق او في ايه حاجة ان انت هيطلعت الاخير يعني او كادجكتف بقى بمعنى السابق او الماضي حاجة ايه قديمة the meeting last two hours يعني استمر لمدة ساعتين طبعا لما نلاقي last مضاف لها حاجة زي الاد كده يبقى نعرف ان ده فيرب على طول i am the last in the race انا اخر واحد في السباق يبقى هنا نون what did you do last night عملت ايه الليلة اللي فقتت الليلة الماضية الليلة السابقة كل ده بمعنى ايه بمعنى اه بمعنى السابق او الماضي طبعا هنا ادجكتف طيب color color ممكن تيجي verb ممكن تيجي noun ممكن تيجي adjective نفس الفكرة بتاعة last color كأدجكتف معناها ملون وبيجي وراها noun بيجي وراها noun عشان نقول ان النون ده ملون زي تليفون ملون شاشة ملونة اه تليفزيون ملون سورة ملونة وهكذا all mobile phones are with color screens كل الموبايلات دلوقتي كل التليفونات المحمولة فيها شاشات ملونة شاشة ملونة يبقى هنا اصفه اما كverb بمعنى يلون وكعناون بمعنى لون عمر colored his white ball عمر يلون كرته البيضة يبقى هنا فيه برضو اضافه ايه دي يبقى نعرف ان دي verb red is my favorite color الاحمر هو لوني المفضل الاحمر هو لوني المفضل هنا نون بعد كده قلتلكم من شوية لما كنا جينا على كلمة light وقلنا ان هي معنى خفيف قلتلكم ان هي لها اكتر من معنى هنا بيقول لنا ان light لما تيجي adjective بتبقى بمعنى خفيف الوزن بوصف حاجة ان هي خفيفة زي مثلا mobile phones are light التليفونات المحمولة بتكون خفيفة اما لما تيجي نون بتبقى بمعنى مصباح او ضوء مصباح او ضوء زي my room has a big light القضاء بتاعتي فيها ضوء كبير او there is some light coming from the window في بعض الضوء جاي من ايه جاي من النافذة اما light cover بمعنى يضيء او يشعل شايفين نفس الكلمة بالضبط لكن ثلاث اشكال people sometimes light candles when it gets dark الناس بتنور شموع لما ايه لما الدنيا بتضل تعالوا دلوقتي ندخل على الكتعة بتاعة الريدنج اللي بتكلم على الموبيل فونز على التليفونات المحمولة in April 1973 سنة 1973 a man called Martin Cooper made the first to call on a mobile phone in New York USA يعني في واحد اسمه Martin الراجل ده عمل اول مكالمة تليفون في مادية نيويورك في امريكا people were surprised to see a man talking on the phone while he was walking in the sea واحد ماشي في الشارع كده ومسك حتة حديدة عمل بيتكلم فيها فطبع الناس كانوا مستغربين the mobile phone he was using was very different from today's mobile يعني الموبايل اللي كان بيستخدمه وقتها زي ما انتوا شايفين كده في صورة لو قربنا شايفين ده الموبايل اللي هو ايه في يعني اريال كده ده ده اللي كان هو بيستخدمه اما شايفين الموبايل بتاعنا طبعا اللي احنا بنستخدمه دلوقتي فالشكل مختلف طيب هنا بيقول لنا modern phones often weigh less than 100 جرام يعني الموبايلات اللي هي الحديثة الوزن بتاعها بيكون اقل من 100 جرام early mobiles were not as light as phones today يعني ما كانتش بنفس يعني ما كانتش خفيفة زي ايه زي بتاعت دلوقتي they weighed about 1 كيلو جرام كانت حوالي كيلو تخيل انت ماسك كيلو في ايدك يعني الموبايل كيلو كتير جدا they were big too كمان كانوا جبار so they were more difficult to carry around كان من الصعب التنقل به the battery also didn't last as long as it does today كمان البطارية ما كانش بتفضل قعدة زي دلوقتي it lasted only one hour كانت بتدوم او بتستمر او بتفضل موجودة ساعة واحدة فقط in December 1992 سنة 1992 a computer engineer sent the world's first text message واحد مهندس كمبيوتر ارسل رسالة النصية الاولى also in the 1990s في التسينات برضو phones became smaller and lighter اصبحت اخف واصبحت اصغر with color screens كمان كان فيها شاشات ملونة camera بقى فيها camera and voicemail وكمان بريد صوتي for some people the size and the color of the phone was as important as the way it worked لبعض الناس الشكل والحجم بتاع التليفون بنفس اهمية الكفاءة بتاع الموبايل then in 2003 people started making phones اصبحت الناس بدأوا ان هما يعملوا تليفونات that could send emails اللي ممكن تبعت ايميلات these became the most popular mobile phones دي طبعا اصبحت اشهر موبايلات موجودة today's phones can take photographs that are as good as pictures from the best cameras طبعا في دلوقتي موبايلات ممكن تاخد الصورة كأنك شاري كاميرا يعني بألاف كتير جدا people can also use their phones to make and show films and use the internet ممكن الناس تعمل افلام باستخدام الموبايلات بتاعتها او ان يتتفرج او تعرض افلام باستخدام الموبايل او تستخدم انترنت for some people لبعض الناس speaking on a mobile phone is the least important of its uses يعني طبعا التليفون في الاول الاول ما اخترع كان اختراع علشان الناس تكلم بعض لكن في ناس ممكن تقعد باليومين ثلاثة ما تتصلش باي حد خالص وممكن اكتر من كده لان هو بالنسبة له التليفون مش وسيلة لان هو وسيلة اتصال لا هو وسيلة ترفيه دلوقتي يلا فينا بقى ندخل على لالجرامر لالجرامر كنا تخذونها في الترم الاول وكنا كلمنا على صيغوط المقارنة استخدام صيغوط المقارنة لما يكون عندنا اثنين لما يكون عندنا شخصين او شيئين تمام وkennt ما حاجتين او بكارئين صيغوط المقارنة سيغوط التف ederim لما أكون بكارئ ما بين الف why وبكارئ ما بين 1 وما بين اثنين ما بين واحد وما بين اثنين أما هنا بقارن ما بين واحد وما بين اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة يعني واحد ومجموعة يبقى المقارنة ما بين واحد من شخص وشخص أو شيء وشيء أما التفضيل ما بين شخص ومجموعة تمام؟ تعالوا ما نفتكر مع بعض إحنا كان عندنا حاجة اسمها صفة قصيرة وكان عندنا صفة طويلة إيه الصفة القصيرة دي؟ الصفة القصيرة دي لما كنا نيجي فيه المقارنة اللي هي ما بين شخص وشخص تاني كنا بنقول حط الصفة بتاعتك وبعد كده ER بعد كده زود على الصفة ER وبعد كده حط than مثال على كده smaller than a laptop is smaller than a computer اللابتوب بيكون أصغر من الكمبيوتر يبقى هنا استخدمنا small وحطينا ER وبعد كده حطينا وراها than طيب المقارنة مع الصفة الطويلة بنعمل ايه؟ بنحط يا إما مور في الأول يا إما لس مور يعني أكثر لس يعني أل وبنحط الصفة زي ما هي بدون أي إضافات ولا بنحط لها ER ولا أي حاجة زي ما هي بالظبط وبعد كده برضو بنحط زان يبقى زان سابتة معنا هنا وهنا تمام؟ كل الاختلاف إن هنا بنحط ER أما هنا ما بنحطش ER بنحط مور أو لس قبل الصفة This computer is more expensive than that one الكمبيوتر ده أغلى من الكمبيوتر التاني هنا بقرر ما بين اللابتوب والكمبيوتر حاجة وحاجة هنا بقرر ما بين كمبيوتر وكمبيوتر تاني حاجة وحاجة بصوا هنا بقى The والصفة ونحط لها EST دي الصفة الكصيرة يبقى الصفة الكصيرة هي اللي بنزود لها إضافات ER أو EST This is the smallest يبقى نحط The وبعد كده Small الصفة وبعد كده EST The smallest house in our street Our street اللي هو الشارع بتاعنا فيه كم بيت يعني فيه بيوت كتير واحد واثنين وتلاتة واربعة لكن البيت بتاعنا هو أصغر بيت إيه؟ أصغر بيت في الشارع يبقى بقرر ما بين واحد ومجموعة The camera is the most أو the least useful thing on the phone هنا عندنا The وبعد كده Most الأكثر least الأقل يبقى زي more وزي less زي more وزي less الأكثر والأقل والصفة طبعا بتكون زي ما هي ما بنضبطهاش أي حاجة الفرق ما بين صفة كصيرة يعني إيه صفة كصيرة ويعني إيه صفة طويلة أصلا كنت قلت لكم الكلام ده في الترمي الأول بس عشان لو حد منكم لسه متابعني أول مرة الصفة الكصيرة اللي بيكون فيها حرف متحرك واحد أو مقطع واحد بشكل عام أما الصفة الطويلة بيكون فيها أكثر من مقطع بمعنى أكثر من إيه أكثر من حرف متحرك يعني مثلا هنا small فيها حرف الإيه ده الحرف المتحرك الوحيد بص بقى expensive أدي هنا الإيه وأدي هنا الإيه وأدي هنا الإيه والإيه الأخيرة دي ماشي مع أنا يعني فمش مشكلة عمتا يعني إيه زي ما انتم شايفين فيه أكثر من حرف جر دي كل الفكرة ما بين صفة كصيرة وما بين صفة طويلة كده أنتم فهمتم معنى عند تساوي اثنين في الصفة معينة يعني اثنين قد بحت ألف أو واحد قد اثنين الاثنين زي بعض بقول اي بقى بقول as وبعد كده الصفة بدون أي إضافات وبعد كده as عند تساوي اثنين لما الاثنين بيتساوي ما بين حاجة وحاجة طب لو ما تساويش بقى عندما لاي تساوي اثنين في صفة معينة فبقول not as وبعد كده الصفة وبعد كده as هنا مثلا my phone is as heavy as yours يعني تليفوني نفس التقل بتاع تليفونك طيب افرد التليفونين مش نفس التقل زي بعض فهقول my phone is not as heavy as yours يعني تليفوني مش نفس التقل ايه مش نفس التقل بتاعك تمام تعالوا منشوف ازاي نكون المقارنة او التفضيل اذا انتهت الصفة بواي زي ما انتو عارفين واي وحرف ساكن طبعا الواي في الاخر وقبلها حرف ساكن يعني بنحذف الواي ونضيف اي اي ار اي اي ار طبعا ده لو كنا في المقارنة اي اي اس تي ده لو كنا في ايه التفضيل ده لو كنا في المقارنة ده لو كنا في التفضيل يبقى هي في ادل وي عندنا هي وادل في اللي هي حرف ساكن فلما نيجي نجيب منها الصفة اللي هي المقارنة صفة المقارنة هنشيل ال-Y ونحط بدلها I وبعد كده نزود ال-ER بتاعتنا طب لما نيجي نجيب صفة التفضيل هنشيل ال-Y ونحط I وبعد كده نحط ال-EST بتاعتنا تمام؟ يضع في الحرف الساكن الأخير عند إضافة EST أو ER لبعض الصفات إذا سبقوا حرف متحرك يعني هنا عندنا فات أدي هنا T ده حرف ساكن وأدي ال-A ده حرف متحرك زي مثلا كلمة Big أدي هنا G ساكن ال-I متحرك Thin ال-N ساكن ال-I متحرك وعكذا الحاجات دي كلها بنضاعف الحرف الأخير ده الحرف الساكن الأخير ده ودي طبعا أمثلة تعالوا ما نكمل ونشوف الجزء الأخير من أمثلة الصفات الكثيرة زي Big أدي حرف E متحرك واحد نركز بقى كده ونشوف الكلام اللي هو النصح ولا أدي هنا Light حرف متحرك واحد Fast حرف متحرك واحد Long حرف متحرك واحد Health ده حرف متحركين بس طالما وراء بعض يبقى مقطع واحد طالما ال-2 وراء بعض كده يبقى مقطع واحد زي مثلا سويت ده برضو ال-2 وراء بعض عشان كده مقطع واحد أما بص هنا بقى بابلر أدي واحد اتنين تلاتة comfortable واحد اتنين تلاتة اربعة هنا واحد اتنين تلاتة اربعة وهكذا بقى تمام فأعتقد يعني ممكن ما يكونش في حد فهمكم الفرق ما بينهم فكده انتم معرفتوها وما تبقاش حفز وخلاص يعني تبقى عارف يعني ايه صفة كصيرة ويعني ايه صفة طويلة هناك صفات تعامل كصفات كصيرة و او صفات طويلة ال-2 يعني زي بعض زي مثلا ريني ريني ممكن تبقى رينير او مور ريني تنفع تبقى صفة كصيرة تنفع تبقى صفة طويلة زي رينيست او زي موست ريني ال-2 تنفع دي ودي صاني يبقى ريني وصاني من الصفات اللي تنفع كده وتنفع كده انا بقول ان انت تستخدم ايه ان انت تثبت القاعدة بتاعتك وتستخدم صفة كصيرة وخلاص عشان تبقى ايه ما تحترش يعني لدينا بقى بعض الصفات الشازة تحفظ كما هي بدون اي بقى ايه فازلكة نحفظها زي ما هي بالزبط زي مثلا ان جود كصفة لما نيجي نحطها في المقارنة بتبقى بيتر ودي اكتر حاجة بتكرر بتكرر كتير جدا جدا في الامتحانات مهم قوي ولما نيجي نجيب التفضيل بتبقى the best bad worse the worst many او much more the most little less the least far further the farthest وبكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا النهاردة اتمنى تكونوا استفدتم وتكونوا شفتم ال grammar بتاعنا وافتكرتوه احنا كنا شرحناه في الترم الاول برضو قبل كده ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون حل التدريبات على listen one and two وفيديو طبعا مهم جدا ان احنا نشوف كل الافكار اللي ممكن تقابلنا ان شاء الله في الامتحان بتاعنا شوفكم على خير باذن الله في الدرس الجاي لو عجبكم الفيديو اتمنى تسيبوا لايك تعملوا شير عشان يوصل لبقى صحابكم لو لسه مش مشتركين اتمنى تشتركوا معنا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة